استفسارات كتيرة واسئلة كتيرة امتى الاهل والزمالك هيلعبوا السوبر الافريقي؟ امتى الاهل والزمالك هيلطقوا بعد حوالي 30 سنة في مشهد متكرر للسوبر الافريقي بعد المباراة اللي أقيمت آخر مرة وجمعتهم في السوبر الافريقي في جوانسبرج عام 94 وقالت تخيلوا بعد 94 وبعد 30 سنة بعد ما كان الكابتن أحمد شبيرة وحارس مرمى الاهري في جوانسبرج قد يتقرر الموقف بعد 30 سنة وممكن يكون حارس المرمى وقتها مصطفى شبير يعني اعتقد يعني هتبقى لقطة غريبة جدا شوية بعد السنين والعمر ده كله بعد الكابتن شبير هيكون مصطفى شبير في حراسة مرمى الاهلي وقتها لما نشوف بقى وقتها سواء شبير او الشناوي الحمد لله الاهلي عنده مركز حراسة المرمى افضل حراس في مصر حارس مصر الاول الشناوي حارس صاعد واعد بنهني على البطولة الافريقية كمان مصطفى شبير ولكن البطولة تتلعب امتى؟ ناس كتيرة بتتكلم البطولة تتلعب خمسة وعشرين ستة انا بس عايز افكر الناس ان خمسة وعشرين ستة ده معاد الاهل والزمالك في الدور العام اهل والزمالك في الدور العام يوم خمسة وعشرين ستة ولكن هل ممكن البطولة تتلعب في السعودية؟ ده وارد بنسبة كبيرة جدا حسب الاتفاقية اللي تمت ما بين الاتحاد الافريقي والاتحاد السعودي قبل سنة وعلى اثر هذه الاتفاقية مدينة الطائف استضافت مباراة الاهل والتحاد العاصمة الجزائري طب هل ممكن يتقرر المشهد؟ اه يتقرر طبعا اهل وزمالك وبالتأكيد هيكون حدث كبير جدا في تسويق وماركتنج برقم خيالي سواء للاتحاد الافريقي او حتى للفريقين ان شاء الله بإذن الاهل يكون فائز مش هيبقى خمسمائة الف دولار لا ممكن الجائزة توصل لمليون دولار بطل السوبر الافريقي ممكن يوصل في الجائزة المقبلة لمليون دولار واعتقد ده يبقى رقم كبير جدا هنشوف كواليسه في الفترة اللي جاية والاخبار اللي هتطلع من الاتحاد الافريقي ولكن المسؤولين في الكاف حاليا اجازة امتى يجتمعوا ويشوفوا ويخططوا للسوبر الافريقي اعتقد بعد شهر ستة ليه؟ لان الكلام هيبقى على تنظيم وترتيب حدث كبير جدا بنسبة كبيرة قد تقام هذه المباراة في شهر تسعة او في شهر عشر لان الحدث ده مختلف تماما عن مباراة الاهل والزمالك في الدوري اللي عاملك هتتلاعب في السعودية لولا عدم وجود بنودة قانونية واضحة تسمح ان نقل مباراة في الدوري في خارج الاراضي المصرية لكن البطولة فيها ترتيبات كبيرة جدا بنسبة كبيرة طبعا هتتلاعب في السعودية هتتلاعب امتى وفين وازاي لسه شوية وقت لان كمان في نقطة مهمة جدا لا علاقة بالقايمة لو الفرقتين هيلعبوا الشهر الجاي هيلعبوا بقاني قايمة قايمة افريقيا اللي خلاص انتهت ولا لسه هنستنى ونشوف موعيد القيد الافريقي عشان على اثر هذا الموعيد او هذه الموعيد هنعرف البطولة تتلعب بالقايمة الجديدة ولا بالقايمة الاضافية زي ما حصل في مطش اتحاد العاصمة حاجة تالتة اخيرة هنستنى ونشوف معاد مباراة الاهلي هل هيلعب اول جولة تمهيدية في بطولة انتر كونتيننتل فيفا عشرين اربعة وعشرين ولا الاهلة هيبقى باي اول جولة بعد القرعة وهينتظر الفائز من العين الاماراتي واوكلاند سيتي نيوزلندي طبعا كلام كتير جدا بيتردد في الموضوع ده ويمكن شايفين موقع الفيفا لما تكلم على مشاركة الاهلي اول مباراة الاهلي اول عين طبقا للقرعة اللي هيلعب فيهم هيلعب على ارضه مع اوكلاند سيتي ولو كسب وراح للمرحلة التانية المباراة التانية هتكون على ملعب الفريق اللي خد باي او خد راحة من المباراة الاولى يعني العين لو هيلعب اوكلاند اول مباراة هتكون في الامارات ولما العين يكسب هيجي لعب الاهل في القاهرة ووقتها لما الاهل ان شاء الله ربنا يكرمه يكسب هننتظر لغاية 14 ديسمبر لما نشوفها اللاعب مين بطل امريكا الشمالية ولا بطل امريكا الجنوبية والكسبان هيلعب 18 ديسمبر مع بطل اوروبا في نهاية هذا العام لكن موعد المباراة التمهيدية امتى لسه محدش يعرف القرع هتتعمل امتى لسه محدش يعرف مين اللي يحدد كل ده فيفا الاتحاد السعودي الاتحاد الافريقي هل في مباراة شهر الجاي انا بقول لكم الامر من الرابع المستحيلات لسه في ترتيبات كبيرة جدا وتحضير لهذا الحدث القري الكبير اللي بيتقرر للمرة التانية بعد 30 سنة من مشاركة الاهل والزمالك في شوهنسبرج في اول سوبر اقيم خارج افريق او خارج ملعب بطل دوري الابطال اكيد ان شاء الله بإذن الله الاهل يقدر يرجع هذه البطولة بعد مخسرة من 30 سنة من الزمالك يستعيد هذا اللقب في عام 2024 وبإذن الله تبقى البطولة التسعة زي ما كسبنا دوري ابطال افريقيا التسعة على حساب الزمالك بإذن الله